موسيقى نشرة الأخبار الرئيسية من قناة الجزائر الدولية أهلا وسهلا بكم إليكم أبرز العنوين موسيقى الرئيس السوري يثني على جهود الجزائر لاستعادة بلاده مقعدها في جامعة الدول العربية قائداء البلدين يتفقان على تبادل الزيارات وتحديد برنامج عمل مكثف وشامل لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين موسيقى الجزائر توسع استثماراتها في الزراعة الصحراوية طرح نحو ثلاثمائة ألف هكتار من الأراضي في ثماني ولايات بالجنوب الكبير أمام المستثمرين من أصل مليون هكتار مستهدفة أفاق ألفين وثلاثين موسيقى موسيقى استمرار المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تعداد الضحايا المدانين يتجاوز خمسمائة قتيل الأمم المتحدة تحذر من تحول المعارك إلى حرب أهلية والسعودية تدعو طرفي النزاع إلى إنجاح المحادثات في جده موسيقى روسيا تكثف ضرباتها على أوكرانيا عشية يوم النصر وكييف تتحدث عن أكبر هجوب منذ بداية الحرب وزيلنسكي يتوعد موسكو بالهزيمة ويتهمها بتعليق اتفاق الحبوب من جانب واحد موسيقى بالتزامن مع جولة أوروبية لوزير الخارجية الصيني الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على الشركة الصينية وبيكين تحذر من عواقب وخيمة للخطوة وتهدد برد قاس موسيقى ألا بكم إلى تفاصيل في المستهل احتلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الاثنين مكالمة هاتفية من نظيره السوري بشار الاسد بيان عن الرئاسة الجزائرية أفاد بأن الرئيس السوري عبر للرئيس تبون عن شكره وتقديره للجهود الدؤوبة التي بذلها لاستعادة سوريا مقعدها في جامعة الدول العربية في ذل الرئاسة الجزائرية للقمة المصدر ذاته ذكر أن الرئيس الجزائري أعرب من جهاته لنظيره السوري عن تقديره وترحيبه بعودة سوريا إلى الجامعة العربية متمنيا للشعب السوري اضطراد التقدم والمنع كما تم الاتفاق بين قائدي البلدين على تبادل الزيارات وتحديد برنامج عمل مكثف يشمل كافة القطاعات من أجل التعزيز المستمر للعلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين استعادة سوريا مقعدها في جامعة الدول العربية تثبت وجهة المقاربة الجزائرية إزاء الأزمة سورية منذ بدايتها إذ طالما رفضت استبعاد دمشق عن البيت العربي ورافعت من أجل حل سلمي للملف في إطار حوار شامل بعيدا عن أية إملاءات خارجية في موقف حافظت الجزائر فيها على ثباتها رغم كل الضغوط على مدار أكثر من عقد لم يكن غريبا ولا مفاجئة أن يرن هاتف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ويكون المتصل نظيره السوري بشار الأسد غدا تستعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية مكالمة هاتفية هيمنت مفردات الشكر والامتنان فيها على كل المفردات مع كثير من العرفان والتقدير من الرئيس بشار لجهود الرئيس تبون الشخصية لكسر جفاء عواصم عربية تجاه دمشق جفاء لم تنزرق إليه الجزائر رغم كل الضغوط الدولية بل ظلت طيلة 12 سنة منافحة مدافعة عن مقاربتها المتمحورة حول ضرورة لم الشمل العربي وعدم إقحام الشؤون الداخلية للدول العربية في تحديد العلاقات التي تربطها ببعضها بعضا وتلك مقاربة أثبتت عودة سوريا إلى مقعدها نهاية الأمر وجاهتها وجاهة في التقدير لم تألو الجزائر طيلة سنوات جهدا في إقناع أشقائها العرب بمرتكزاتها ومنطلقاتها فكان التاريخ منصفا بأن تحققت عودة سوريا إلى الحضن العربي في ظل رئاسة الجزائر للقمة العربية وفي الأثناء ظلت علاقات الجزائر بدمشق قوية دافئة فلم تنقطع زيارات المسؤولين الجزائريين لسوريا حتى في أحلك أيام الحصار الغربي عليها وكذلك فعل نظراؤهم السوريون في تأكيد قوي من الجانبين على عمق وتجذر علاقات البلدين وسيادة استقلالية قراريهما وهو ما بدى واضحا جليا لدى الهبة الجزائرية لمساعدة سوريا فور وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاء واسعة في شمالها دون الارتفات للعقوبات الغربية المسلطة على دمشق هبة الجزائر لمساعدة شقيق من ضرب الزلزال كانت هبة يعني ملقا هبة عفوية وتلقائية وبعيدة عن أي حسابات سياسية مثل ما أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي عبر بدوره لنظيره السوري عن تقديره وترحيبه بعودة بلاده إلى حاضنتها العربية في المكالمة الهاتفية التي جمعتهما وتم الاتفاق فيها أيضا على تبادل الزيارات وتحديد برامج عمل مكثف في كل القطاعات باستدراك ما فات البلدين الشقيقين من تعاون خلال السنوات الماضية هذا وتوالت المواقف وردود الفعلية الدولية بشأن قرار جميع الدول العربية استعادة سوريا عضويتها الكاملة بعد نحو 12 سنة من التجميد الخطوة لقيت ترحيبا واسعا من دول عديدة على غرار الصين إيران وروسيا فيما قابلتها الولايات المتحدة بالتشكيك شرق مرحب وغرب مشكك وبين الطرفين تشق سوريا عودتها إلى قلب الحدث الإقليمي والدولي بعدما استعادت أخيرا مكانتها في محيطها العربية استعادة العضوية المجمدة بجامعة الدول العربية تمخضت عنها بيانات متلاحقة تعقيبا على القرار قرار طال انتظاره حسب روسيا وأخر عودة منطقية لعضو مؤسس غاب عن شغل مقعده لما يزيد عن عقد من الزمن تقول موسكو ترحيب روسيا باستئناف مشاركة سوريا في جامعة الدول العربية التي هي واحدة من الدول المؤسسة لها هذه خطوة طال انتظارها وأصبحت نتيجة منطقية نتوقع من الدول العربية زيادة دعمها لسوريا في إعادة الأعمار بعد نهاية الأزمة الصين وإيران اتفقتا على اعتبار العودة السورية إلى جامعة الدول العربية خطوة لإرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتفكيك أزماته بحلول عربية إن الصين بكونها صديقا مخلصا لسوريا والدول العربية الأخرى يسعدها أن تدعم العالم العربي في تحقيق الوحدة ترحب الصين وتهنئ بعودة السوريا إلى جامعة الدول العربية وتعتقد أن ذلك سوف يساعد الدول العربية على تعزيز الوحدة والاعتماد على الذات وتسريع التنمية وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط تماشيا مع البصالح طويلة الأمد للدول العربية ترحب المحيط الأقرب لسوريا قابله من البعيد تحفظ أمريكي أوروبي لم يخالف التوقعات المخرج العربي العربي للأزمة السورية يبدو أنه لم ينل رضا واشنطن فقد اعتبرته مجرد قرار متسرع لم يحن أوانه بعد بينما تمسك الاتحاد الأوروبي بالعقوبات المفروضة على دمشق هي مواقف تبدو متباينة من قضية أكدت طيلة 12 عاما أن لا ثابت على مبادئه إلا قليل وسط كثير تضعه المصالح حينا في صف السوريين وأحيانا في وجههم تسلم الهلال الأحمر والجزائري الاثنين شحنة من التمور تقدر بخمسين طن هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمة بن عبد العزيز أهل سعود وجرت عملية التسليم بمقر السفارة السعودية بالجزائر بإشرافيا السفير السعودي لدى الجزائر عبدالله بن ناصر البصيري وبحضور رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي ووفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتأتي المبادرة في إطار دعم سبل التعاون بين الجزائر والمملكة العربية السعودية بما يخدم العمل التطوعي والإنسانية والعلاقات الأخوية الواطيدة بين الشعبين عمق العلاقات التاريخية بين الجزائر وبين المملكة العربية السعودية ونتوجه بالشكر كهيئة إنسانية إيراتية ودراع إنساني للدولة الجزائرية إلى الملك سلمان خادم الحرمين الشهريفين وكذلك إلى سمو ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لقدمونا هذه كل الهدية المتمثلة في 50 طن وليست المرة الأولى يعني في ضرف أقل من سنة تعتبر المرة التانية لقدمونا هذه الهدية اللي سنقوم بتوزيعها على مختلف طراب الوطن خصوصا على المدارس القرآنية وعلى المساجد لما في ذلك من غمزية كبيرة هناك تعاون كبير بين الهلال الأحمر الجزائري ومركز سلمان للإغاثة لينتجهوا لهم كذلك بالشكر كما كذلك نتوجه بالشكر إلى سعادة السفير المملكة العربية السعودية بالجزائر اللي كان دائما مرافق ومساعد للهلال الأحمر الجزائري واللي خير وسيط بينه وبين المملكة العربية السعودية كما ذكرت فيما يتعلق العلاقات السعودية الجزائر فعلاقات قوية وراسخة وتاريخية ونعمل جميعا على تحقيق طلعات قيادة البلدين وحرصهم على هذه العلاقة الملك سلمان بن عبدالس حفظه الله وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلام حفظه الله جميعا وفخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية كلهم حريصين على هذه العلاقة حتى في العلاقات الثقافية الآن عندنا تقريبا منح دراسية للمواطنين الجزائريين عندنا 200 تقريبا أو 200 منحة دراسية وهذه أيضا يعني نعلنها للطلاب والطالبات الجزائريين ويمكن يدخلون عن طريق منصة اسمها إدرس في السعودية ويقدروا للدراسات العليا وهي فرصة الآن فهذا يدل على العلاقات في كل المجالات إشارة الطوة استقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف كاتب الدولة المكلفة بشؤون الخارجية لدولة سربيا قران أليكسيش الذي يجري زيارة عمل إلى الجزائر بيان عن الخارجية الجزائرية أفاد بأن الطرفين تطرق خلال اللقاء إلى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين كما تبدل وجهة النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك وأكد تطابق الرؤى حول العديد من المسائل إلى جانب المشاريع الاستراتيجية الهامة بين البلدين اللقاء يندرج ضمن أشغال الدورة الثانية للمشاورة السياسية الجزائرية السربية المنعقدة بالجزائر العاصمة حيث تطرق خلالها الجانبان إلى أفاق تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي في ذل الإصلاحات التي تشهدها الجزائر إضافة إلى دعم روابط الصداقة والتعاون التاريخية التي تجمع البلدين أحيت وزارة الخارجية الجزائرية لإثنين اليوم الوطنية للذاكرة المصادفة لذكرى مجازر الثامن مايه خمسة واربعين مراسم أحياء الذكرى التي أشرف عليها وزيره الخارجية الجزائري أحمد عطاف شكلت مناسبة للتذكير ببشعة الجرائم المرتكبة إبنى هذه المجازر كونها حدثا مفصليا في تاريخ كفاح الشعب الجزائري وشاهدا على وحشية للمستعمر الفرنسية محطة حاسمة في تاريخ نضال شعبنا الأبي كعنوان للتضحية والفداء في سبيل الوطن وشاهدة على الغدر ونكث العهود من قبل المستعمر الغاشم إن تلك المجازر التي ارتكبها المستعمر في حق شعبنا الأعزل والتي لا يمكن أن يطويها النسيان تركت آلاما لا تزال غائرة في وجدان الشعب الجزائري حين خرج بجميع أطيافه في مظاهرات سلمية فتم حرمانه من مقاسمة الشعوب والأمم الأخرى لحظات الفرح إثر انتهاء الحرب العالمية الثانية وتحقيق الوعد باستقلاله بعدما زج بعشرات الآلاف من فتيانه في الخطوط الأمامية للمعارك إن الثامنة من مايه يوم خالد في تاريخنا المجيد كان ولا يزال رمزا للبذل والعطاء والفداء وهو منعطف حاسم في كشف حقيقة المستعمر وبلورة الوعي بحتمية الإعداد لثورة نوفمبر المباركة تعود ذكرى مجازر الثامن مايه خمسة واربعين تسعمائة والف لتذكر بجرمة كاملة الأركان اقترفها لاحتلال الفرنسي في حق شعب بتاريخ أمة يوم أردته الجزائر أن يكون راسخا في الذاكرة الوطنية أمام الجهود المتواصلة المبذولة من قبل سلطات الجزائرية في سبيل معالجة جميع القضايا العالقة والتي تشمل جل محطات الفترة الاستعمارية كانت مجازر شهدة على فضاعة المستعمر الفرنسي بل جريمة إنسانية مكتملة الأركان ضد شعب أعزل خرج لينادي بالحياة والحرية لا ينسى الجزائريون هذا اليوم فقد كان تاريخا حاسما ومفصاليا بلغ فيه الوعي سدرة منتهاة بأن ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة ولأن الجزائر تكتب بحبر التاريخ تحصي محطاتها وحيدة تلو الأخرى ولا تنسى سجلت الثامنة ماي يوما وطنيا للذاكرة تخليدا لذكرى ملاحم أبطال ذادوا عن وطنهم وركنوا عند الهدف ذاته وما بدلوا تبديله والذاكرة تقتضي فتح ملف تعالج فيه كل التفاصيل وبعناية فكانت مقدمة الجهود تلك التي أشرف عليها الرئيس الجزائري استرجاع جماجم رموز المقاومة الشعبية بعد احتجازها لمدة قرن ونصف بمتحف الإنسان بباريس وفاء الدولة لتضحيات الشعب الجزائري ظل ومضمحا يقول الرئيس تبون في ذكرى الثامنة والسبعين لمجازر الثامن ماي إن الدولة عازمة في جزائر جديدة على وضع ملف التاريخ والذاكرة في مسار الشفافية والنزاهة والموضوعية بعيدا عن أية مساومات أو تنازلات ومن ذلك تتشكل اللجنة المشتركة المكونة من عشرة مؤرخين جزائريين وفرنسيين والتي عقدت باكورة اجتماعاتها أفريل الماضي مستهدفة معالجة جميع القضايا المتعلقة باستعادة الأرشيف والممتلكات ونفات المقاومين وبالتجارب النووية والمفقودين ما يعني أن يشمل عمل اللجنة مراحل الفترة الاستعمارية كافة وذلك مسار لا تحيد عنه الجزائر وهي تضع صوب أعينها المضية بحزم وشجاعة وإنصاف دفاعا عن أمة بتاريخ شعب وشعب بتاريخ أمة أكد رئيس واركاني الجيش الجزائري فريق أول سعيد شنغريحة أن الجيش الجزائري أصبح محترفا بكل ما تعنيه عبارات الاحتراف من معاني ودلالات بفضل حرص على حفظ الجاهزية العملياتية في أعلى مستوياتها والتحضير والتدريب الجيدين للقوات المسلحة وحذر الفريق أول سعيد شنغريحة في كلمة له اليوم الاثنين خلال زيارة العمل والتفقد التي أجراها إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار حذر من المحاولات الخسيسة المتمثلة في إغراق الجزائر بالمخدرات حاثا كفتاء الفاعلين في الساحة الجزائرية على المشاركة في المعركة النبيلة ضد هذه الآفة الخطيرة في إطار هذه المشاريع الخسيسة تندرج محاولات إغراق بلادنا بالمخدرات بكافة وعها والتي تستعمل كسلاح خطير ضد بلادنا وضد شعبنا بغرض فشال عزائمهم والنيل من إرادتهم وفي هذا الصدد بالذات فإن الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق الوطيق مع مختلف مصالح الأمن سيواصل دون هوادى محاربة هذه الآفة ولن يدخر أي جهد للتصدي الحاسم لشبكة التهريب وباروناتها خونات الوطن الذين يتعينوا أن تسلط عليهم أقصر العقوبات لأن الأمر يتعلق بصحة وأمن وسكينة المواطنين أعلنت وزارة الفلاحة الجزائرية عن طرح أوعية عقارية بنحو ثلاثة مئة ألف هكتار أمام المستثمرين المهتمين بزراعات الاستراتيجية عبر ثماني ولايات جنوبية البلاد خطوة ثالثة من نوعها تستهدف الجزائر من خلالها توفير أكثر من مليون هكتار من الأراضي التابعة للدولة بهدف استغلالها في المجال الفلاحي بالمناطق الصحراوية برؤية استراتيجية تستهدف الاستثمار بولايات الجنوب الكبير الجزائر تطرح أزيد من مئتين وسبعة وعشرين ألف هكتار ضمن الوعاء العقاري الثالث المخصص للاستثمار الفلاحي في المناطق الصحراوية مخطط يرمي إلى تثمين المساحات الصحراوية والتركيز على الشعب الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في شعب الحبوب المخطط الذي يهدف للوصول إلى توزيع خمسمائة ألف هكتار نهاية الفين وخمسة وعشرين ومليون هكتار آفاق الفين وثلاثين بشرت فيه الجزائر بتوزيع وعاء عقاري أول قدر بمائة وثلاثين ألف هكتار من الأراضي الفلاحية في الجنوب لتشرع بعدها في عملية توزيع أكثر من سبعة وتسعين ألف هكتار من الأراضي الفلاحية على المستثمرين في الصحراء الجزائرية الوعاء العقاري الثالث الموجه للمستثمرين المهتمين بالزراعات الاستراتيجية عبر ولايات الجنوب والمقدر بمائتين وسبعة وعشرين ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثمانين هكتاراً يتوزع عبر أربعين محيطاً في ثمان ولايات جنوبية على غرار ولايات أدرار وولاية ورقلا وتميمون والتوغرد والمنعة والجانت وولاية إليزي والأغواط وفي ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وتقلبة الأسواق تخطو الجزائر نحو استراتيجية فعالة من خلال مؤهلات وإمكانات هائلة تقفز بها نحو تحقيق المنافسة الغذائية والأمن الغذائي شاركت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان مساء لحد في أشغال الدورة الخامسة والسبعين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة عبر تقنية التواصل عن بعد لتدارس أوضاع حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا وفي طار البند المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في إفريقيا قدم رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان أبل حيثاً مداخلة أطلع فيها الحاضرين على تطورات المتعلقة بالقضية الصحراوية خاصة الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة التي تدعو للقلق بسبب تداعية الاحتلال المغربي فيما طلب الحيسن بشكل عاجل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بتفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية وجاه الشعب الصحراوي خاصة من يعيش في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال المغربية في ليبيا عقدت لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6 زائد 6 عن مجلسي النواب والأعلى للدولة اجتماعهما الثاني بدوان مجلس النواب العاصمة ترابلس فيما تواصل اللجنة عقد اجتماعاتها مع رئيس المفوضية الوطنية العلية للانتخابات في تحركات يعول عليها لتحديد رزنامة واضحة لإجراء الانتخابات العامة في البلاد قبل نهاية السنة الجانية في محاولة جديدة لحل الخلافات القانونية تمهيدا لتحديد إطار زمني واضح المعالم لتنظيم العملية الانتخابية تواصل لجنة إعداد القوانين 6 زائد 6 اجتماعاتها بالعاصمة الليبيا ترابلس لحل الخلافات التي عرقلت المرور لإجراء الانتخابات وسط دعوات لتعجيل إنجاز مهامها أعضاء اللجنة أكدوا أن اللقاءات والاجتماعات ستتواصل في ظل التوافق الحاصل بين المجلسين خلال هذه الفترة وذلك بإشراك المفوضية العلية للانتخابات في إطار الاتصالات التي تقوم بها اللجنة مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذه القوانين الانتخابية مجلسا النواب والأعلى للدولة بعد الخلافات التي كانت قائمة بينهما على غرار شرط مزدوجي الجنسية يسابقان الزمن لإعداد القوانين التي من شأنها تأطير العملية الانتخابية حيث جدد رئيس مجلس النواب عقيل صالح دعوته اللجنة للعمل قدر الإمكان على إنجاز مهامها بأسرع وقت ممكن فيما شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في وقت سابق على ضرورة الاستعانة برأي المختصين والخبراء والأحزاب في كثير من المسائل ذات الصلة بهذه التشريعات وتدليل الصعاب التي كانت عائقا في هذا الشأن في حين يرى مراقبون أن هذه الاجتماعات قد تشهد بعض العلاقيل كون القوانين الانتخابية نفسها تنطوي على صعوبات جمة ترتبط بشروط الترشح بالتوازي مع هذا المشهد أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند أن استعادة الوحدة والاستقرار والسيادة في ليبيا سيعزز الأمن الإقليمية في الأوقات السعبة التي تمر بها المنطقة استعادة الوحدة والاستقرار والسيادة في ليبيا سيضمن عدم إساءة استغلال الأراضي الليبية من قبل الأطراف ذات المصلحة لتأجيج الصراع أو زرع عدم الاستقرار في المنطقة بالحديث عن الأمن والاستقرار فطريقهما واضح يقول المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باطيلي فالانتخابات حسبه تعتبر السبيل الوحيد لإخراج ليبيا من عنق الزجاجة انتخابات ينتظرها الليبيون على أمل استعادة الاستقرار بعيدا عن الاشتباكات والصراعات تواصلت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالعاصم الخرطوم ومدن أخرى الاثنين وبينما حذرت الأمم والمتحدة من تحولها إلى حرب نهلية دعت الرياض طرفي النزاع إلى إنجاح المحادثة في جدة في حين كشفت نقبة أطباء السودان عن ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين منذ بدء الاشتباكات إلى نحو خمسمائة قتيل وثلاثة ألاف جريح في جدة وفيما يسعى القائمون على المفاوضات التي تجمع ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للوصول إلى اتفاق يطيل عمر الهدنة المعلنة تستمر الاشتباكات والمواجهات في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى حيث سمع دوي إطلاق نار مكثف ومستمر من الأسلحة الثقيلة والخفيفة في مناطق متفرقة بالخرطوم والخرطوم بحري وفيما تقول الخارجية السعودية إن المحادثات تهدف إلى وضع جدول زمني لمفاوضات موسعة تتيح وقفا دائما للأعمال العدائية بالسودان كما تهدف إلى تسهيل وصول مساعدات إنسانية طارئة إلى البلاد واستعادة الخدمات الأساسية يؤكد دبلوماسيون من داخل المحادثات الجارية أن المفاوضات بين الطرفين لم تحقق تقدما كبيرا في وقت يبدو أن الوصول إلى وقف دائما للأعمال العدائية ليس مطروحا على طاولة النقاش في هذه المرحلة على الأقل حسب ما نقله الدبلوماسيون لوسائل إعلام فإن كل طرف يعتقد أنه قادر على حسم المعركة وهو ما يتتابق مع تصريحات سابقة للجيش السوداني قال فيها إنه سيتفوض فقط حول آليات تمديد الهدنة ولن يتترق لأي اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار يأتي هذا في وقت يرتقب أن يكون لممثلي طرفي النزاع في السودان لقاءات أيضا مع مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتين جريفث وفي السياق لم يكف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن التحذير من تحول الصراع في السودان إلى حرب أهلية يمكن أن تدمر البلاد وتعطل المنطقة لسنوات قادمة على حد تعبيره قتل أزيد من عشرين شخصا واصب نحو عشرين آخرين في اشتباكة قبلية في دارفور السودانية وقال مدير الإعلام بالإقليم موسى داود يحيى إن الوضع في هذه المدينة لا يختلف كثيرا عن الوضع في بقية مناطق السودان مشيرا إلى أن النزاع الحالي زاد من حدة معاناة قاطني الإقليم المتحدث ذاته حذر مما سمه كارثة صحية في مدينة الجنينة في ظل توقف المستشفيات والخدمات الطبية جراء المعارك التي شهدت أحياء المدينة خلال اليومين الماضيين وعدت منظمة دول إفريقيا الجنوبية لاثنين بإرسال قوات إلى شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تشهد أعمال عنف وذلك خلال قمة في العاصمة الناميبية ويندهوك وقالت منظمة في بيان تدية في ختم المحادثات الاثنين إن قمة مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية صادق وافقت على نشر قوات بهدف دعم جمهورية الكونغو الديمقراطية لاستعادة السلام والأمن في شرق البلاد وجاء القرار خلال قمة حضرها رؤساء دول ضمنهم رئيس جمهورية الكونغو فليكس تشيسيكيدي ونظره جنوب إفريقي سيريل رامافوزا فيما لم تحدد المنظمة عدد القوات التي سيجري نشرها إلى أنها ستضاف إلى قوة عسكرية إقليمية من شرق إفريقيا نشرت بعض المناطق التي تشهد تهديدات أمنية اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الاثنين تسعة عشر فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية وفادت وكلة الأنباء الفلسطينية بأن حملة الاعتقالات شملت تسعة فلسطينيين من بيت لحم وأربعة من رمالة وثلاثة آخرين من جنين كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من ضمنهم طفل في كل من القدس المحتلة ونابلس وقلقينيا قال مسؤولون في أوكرانيا الاثنين إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في ضربات روسية على العاصمة كييف وقال رئيس بلدية كييف إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في انفجارات بمنطقة سولوميانسكي بالمدينة فيما أصيب اثنان آخران عندما سقط حطام طائرة مسيرة على منطقة سيفستوشين في سياق متصل قالت هيئة الأركان العامة القوات المسلحة الأوكرانية إن قواتها دمرت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا أثناء الليل على أهداف مختلفة في أنحاء البلاد وعددها خمس وثلاثون طائرة وفق بيان الهيئة ذاتها اتهمت الحكومة الأوكرانية روسيا بالإنهاء الفعلي للعمل باتفاق تصدير الحبوب من الموانئ المطلة على البحر الأسود وفادت وزارة إعادة الإعمار الأوكرانية في بيان بأن روسيا رفضت تسجيل السفن القادمة من البحر الأسود وإجراء عمليات التفتيش عليها في اسطنبول ما يعني وفق نص البيان إنهاء موسكو فعليا العمل بمبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود المصدر ذاته ذكران تسعين سفينة من ضمنها اثنتان والستون سفينة محملة بالحبوب تنتظر الموافقة الروسية في المياه الإقليمية التركية يجري وزير الخارجية الصيني تشين جانج زيارة إلى ألمانيا وفرنسا والنرويج الاثنين في جولة تستمر إلى غاية الجمعة المقبلة وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين أن تشين سيلتقي بنظيراته أنالينا بير بوك وكاثرين كولونا وأنيكن هويتفيلد وتأتي الزيارة في إطار مسعى بيكين للتقارب مع العواسم الأوروبية في ذل التوتر في العلاقات مع واشنطن يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على شركات صينية على خلفية مزاعم تقديم بيكين أسلحة إلى موسكو خلال العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا في وقت حذرت الخارجية الصينية مما سمته عواقب وخيمة وانهيال الثقة بين الطرفين في حال فرضت بريكسل عقوبات على شركات صينية أوروبا لم تستطع امتحيد طويلا عن الحرب التجارية بين واشنطن وبيكين ففي تطور لافت في العلاقات الصينية الأوروبية يعتزم الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شركات صينية بسبب مزاعم تقديم بيكين أسلحة إلى موسكو خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تأكيدة لصحيفة الفاينانشل تايمز أشارت إلى أن التكتل القاري يعتزم إدراج سابع شركات صينية في حزمة عقوبات جديدة ستناقشها الدول الأعضاء خلال هذا الأسبوع في قائمة تتطابق مع تلك المدرجة في حزمة العقوبات الأمريكية ضد الشركات الصينية الخطوة الأوروبية وإن لم تتضح معالمها بعد إلا أنها حركت موقفا سريعا من بيكين إزاءها مع تهديد الخارجية الصينية بعواقب وخيمة على العلاقات الثنائية بحال إقدام بروكسل على خطوتها إذا كانت هذه الأنباء صحيحة فسيعتبر ذلك انتهاكا جديا للثقة والتعاون مع الصين وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الإنقسام والمواجهة في العالم الصين تحث الاتحاد الأوروبي على عدم سلك المصاري الخطأ وفي حال العكس ستحمي بيكين بحزم حقوقها ومصالحها المشروعة توجه الاتحاد الأوروبي إلى إقرار عقوبات على الصين يعني استفافا واضحا من بروكسل إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في حربها التجارية ضد بيكين مشهد تتوحد فيه السياسة مع الاقتصاد لتعيد الصراع الدولي للواجهة وتوسع رقعة التوترات بين قطبي العالم الجديد في الرياضة وصل المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة صباحا اليوم إلى ولاية قسنطينة شرقي البلاد تحسبا لمواجهة المنتخب المغربي في ربع نهاية كأس أمم إفريقيا للناشئين يوم الأربعة بملعب شهيد حملاوي وحظي المنتخب الجزائري باستقبال حارم من قبل سلطات المحلية لولاية قسنطينة والأنصار بمطار محمد بوظياف وسيعمل الناخب الجزائري على استرجاع عناصره جيدا قبل دربي المغاربي الذي سيكون فيه الخضر متسلحين بعاملي الأرض والجمهور ولمزيد من التفاصيل معنا مفد قناة الجزائر الدولية إلى قسنطينة زميل مصطفى بغرار أهلا بك مصطفى إذن بداية عناصر المنتخب الجزائري أجرت حصة تدريبية اليوم وهل متفاصيل وكيف وجدت الأجواء داخل معسكر المنتخب الجزائري قبل المهاجهة المقبلة أمام المنتخب المغربي أهلا رمزي صحيح اليوم قسنطينة كانت على موعد مع استقبال وفد المنتخب الجزائري لأقل من 17 عاما حيث حظي رفق أناطو باستقبال خاص من طرف السلطات المدنية والأمنية وحتى الجماهي القسنطينية التي استقبلتهم بحفاوة كبيرة اليوم مساء كان الموعد مع الحصة التدريبية التي قام بها أجبال أرزق رمان حيث كانت الروح حاضرة وسط كل اللاعبين واليوم يدركون بأن المأمورية ستكون صعبة أمام منتخب ربما أبانى عن مستوى لا بأس به اليوم الجماهي القسنطينية ستملأ أقوال ملعب شهيد حملاوي خاصة وأنها متعطشة لرؤية أجبال المحاربين هنا في شهيد حملاوي ليكون ملعب شهيد حملاوي فألا خير على المنتخب الجزائري لبلوغ نهائية كأس العالم لفئة أقل من 17 عاما شكرا جزيلا لك مصطفى بغرار مفد قناة الجزائر الدولية إلى مدينة قسنطينة شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل إذن مشاهدين الكرام تتجه الأنظار صهرة الغد إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو الذي يحتضن مباراة القمة بين ريال مدريد الإسباني وماشيستر سيتي الإنجليزي ضمن ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا مباراة مثيرة وواعدة بنكهة نهائي قبل الأوان الريال يسعى إلى حسم المواجهة ومواصلة المغامرة الأوروبية بينما يبحث السيتي عن الثقر من الميرينجي ووضع قدم في النهائية شعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مادريد سيكون مصرحا لقمة من العيار الثقي صهرة الثلاثاء بين صاحب الأرض الريال وضيفه ماشيستر سيتي في ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا البطل يولد أثناء المنافسة والصراع سيحتدم بين الطرفين في هذه الموقعات النارية بذكريات نصف نهائي النسخة الماضية يلتق الناديان الريال لحسم التأهل على أرضه وأمام جماهيره ووضع قدم في النهائي وماشيستر للثأر من الهزيمة القاسية التي مني بها الموسم الماضي وكلفت مغادرة البطولة الأعرق في قارة العجوز بين خبرة الإيطالي كارلو أنشيلوتي الساعي للدفاع عن لقبه الأوروبي بكتيبة مدججة بالنجوم والسيتي الطامح لإحراز لقبه الأول بقيادة بيب جوارديولا سيبلغ الصراع التكتيكي أوجه لقب يبقى حلم جماهير الستيزان التي تنتظره منذ السنوات ولعل مباراة نصف النهائي في الواقع صورة لنهائي قبل الأوان ملحمة كبيرة سيتأجل الحسم فيها إلى لقاء العودة جوارديولا يعول على توهج المهاجم النرويجي إيرلينغ هاراندا الذي بلغ أقصى المستويات وسجل 35 هدفا في البريمير ليغ وقد يكون مفتاحا لهذه المواجهة في حين يملك الريال الخيارة الهجومية والمهارة الفردية لحسم المعركة قمة مثيرة ونارية ستشد إليها كل الأنظار التعادل لن يرضي الطرفين ومباراة نهائي ستكون مبتورة من أحد هذين الناديين من سيقسمن؟ فهل سيفعلها الستي أم سيكررها الريال؟ أعلن الفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الاثنين عن زيارة مرتقبة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفاتينيو إلى فلسطين يوم الرابع عشر ماي الجاري وقال الرجوب خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة بيت لحم إن رئيس الفيفا سيزور فلسطين ومدينة بيت لحم للمرة الأولى مرفوقا برؤساء اتحادات الكرة لكل من السعودية قطر ومصر وأوضح الرجوب أن الاتحاد الفلسطيني سيستغل هذه الزيارة ليطلع رئيس الفيفا على المعاناة التي تواجه الرياضيين الفلسطينيين جراء ممارسات سلطات الاحتلال نهاية النشرة مشاهدين الكرام ولمزيدنا الأخبار زروا مواقعنا ومنصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة شكرا لطيبي المتابعة وإلى اللقاء شكرا لطيبي المتابعة وإلى اللقاء